أجهزات نص السنة على الأبواب وعشان نقضي وقت جميل جداً ونحصل على المتعة اللي احنا عايزان هواق الاجهزات بتاعتنا لازم تكون الشنطة اللي احنا بنسافر بيها تكون قوية جداً ومتينة وتقدر ان هي تشيل لبس كتير جداً لو احنا بنعمل شوپنج وكمان في نفس الوقت يكون لها علامة مميزة علشان ما نعودش وقت كتير على سير الشونان يعني احنا كده بنتكلم على ماركة هاي فلاير الاماراتية وطبعاً عارفين ان هي مميزة جداً لان هي بتقدم كل ما هو جديد من ناحية الألوان ألوان عصرية على الموضة تصميمات حديثة ورائعة بأسعار وجودة جميلة جداً وأيضاً بمحتويات رائعة بتحصل عليها في كل الشنطة بتشتروها من هاي فلاير الماركة اللي احنا بنقدمها النهار ده طبعاً هي ماركة عالية جداً وكمان التصميم اللي بنقدمها اسمه تصميم بيلا والحلو انه هو مصنوع من مادة البولي بروبولين اللي طبعاً عارفين بولي بروبولين قد ايه بيكون متين جداً قوي في نفس الوقت بيكون خفيف جداً جداً في الوزن والسعر بتاعه رائع وهي الماتيريا اللي بتكون غالية جداً ده اللي احنا هنشوفه مع بعض انه مادة البولي بروبولين ازاي بيصنعوها وتصنيع الشنط من ناحية هاي فلاير بيكون قد ايه عالي هنا بيسبغوا اللون مع مادة البولي بروبولين اللي هي الحبيبات البيضة وبنشوف ان هما بيمزجوا الالوان كلها مع بعض وبعدين بيكون الخليط كله جاهز عشان يعملوا الصبة بتاعة الشنطة طبعا بيستخدموا آلات عالية جدا وغالية جدا علشان نحصل على التكوين وعشان نحصل على جودة شنطة عالية بنشوف هنا لو احنا حبينها باللون البينك بيخلطوا لون البينك مع مادة البولي بروبولين بالاضافة كمان انه تركيب كل قطعة فيه الشنطة بيكون يدويا ومصنوع بحرفية عالية جدا زي ما احنا شايفين مع بعض وحتى كمان الخطوط الموجودة على الجم بالاضافة كمان انه كل قطعة فيها بتتكون وبتتركب برضو آليا هنا برضو طريقة تركيب العجل بنشوف ان هو بيكون حلو جدا بيصنعه كل حاجة بحرفية وبدقة عالية جدا وقدمنا قبل كده من هاي فلاير تصميمات رائعة سواء طبعا فلاش وسواء طبعا المجموعة اللي احنا بنقدمها هي تحتوي على 4 شنط بنشوف الالوان جميلة وكمان بنشوف انه خفيفة في الوزن ده من الحاجات اللي احنا جربناها على هاي فلاير شفنا قد ايه ان هي فعلا رائعة علشان كده احنا بنتكلم النهاردة على جودة عالية مش بس كده كمان بنتكلم على تصميمات والوان رائعة بنقدم النهاردة مجموعة مكونة من 3 شنط حجم صغير حجم كبير متوسط وايضا حجم كبير لكن في البداية عايزين نعرف الاسعار لو احنا طبعا اشترينا الشنطة من اي مكان قد ايه هيكون السعر بتاعها بيكون غالي لو حبينا نحن نشتري الشنطة الصغيرة لوحدها بنشوف ان السعر 253 ريال سعودي ده سعر السوق ده مش سعر هاي فلاير لسه هنا كمان الشنطة المتوسطة سعرها بيكون 336 ريال سعودي ده برضو سعر السوق مش سعر هاي فلاير احنا النهاردة بنقدم وفاجأة وبنقدم سعر رائع للثلاث شنط مع بعض لو حبينا نشتري الشنطة الكبيرة بنشوف ان سعرها 374 ريال سعودي ده اسعار السوق لو احنا جمعناها كلها مع بعض هتعمل حوالي 1200 او اكتر من الريال السعودي لكن هنا احنا بنقدم اربع تصميمات مختلفة وكمان تلت شنط هنا عندنا لون البربل لون البنفسيجي اللون الاسود اللون الابيض شايفين تصميمات الالوان قد ايه بتكون حلوة ورائعة سواء البربل او الاسود او الابيض او حتى اللون الاخضر بنشوف تصميماتهم حلوة جدا وكمان سعرهم بيكون احلى واحلى وده اللي احنا هنشوفه دوقتي على الشاشة مع بعض انه هننسى السعر العالي جدا اللي احنا بنقدمه وهنا بنقدمها فقط ب639 ريال سعودي وعندنا هنا احجام الشنطة الاطوال بتاعتها وايضا وزن كل شنطة متوفرة بالاربع الوان العصرية جدا على الموضة اللي هتخليكم ان انتوا فعلا الشنطة بتاعتكم مميزة وانتوا على السير المفاجأة وهو السعر 639 ريال سعودي بدل 798 ريال سعودي يعني ننسى ارقام ال 1000 و 1500 ريال وعلى طول هنحصل على 3 شنطة بسعر رائع جدا من البولي بروبيلين الجودة العالية ب639 ريال سعودي فقط وده اقل سعر في سيتروس تيفي واقل سعر في السوق بتحصله عليه هنتكلم على مميزات الشنطة انه هي قد ايه حلوة جدا زي ما بنتكلم على بولي بروبيلين بولي بروبيلين هي طبعا بتتميز انه الجسم بتاعها بيكون متين جدا مهما تعرضت لأي خبطات او حتى صدمات وطبعا احنا لازم نتجرب الشنطة زي ما شفنا هما قد ايه بيصنعوها بجودة عالية لكن انا قدامكم لازم اختبرها علشان نشوف قد ايه هي متينة مهما ان كان في صدمات ممكن تتعرض لها الشنطة بالشكل ده ان هي بتتحدف او ان هي بتترمي من الطيارة او حتى على السير بطريقة غير عملية هنا كمان بنختبر العجل بنشوف انه قوة العجل قد ايه بتكون قوية لو اتعرض برضو لأي صدمات بنشوف انه ما بيحصلش اي حاجة للشنطة تماما ولو حابينا ان احنا كمان نركز على منطقة اللي هي الزيبرز او السحاب بتاع الشنطة بنشوف انه حتى لو احنا عملناه هنا بالمفك هنا لو حاولنا ان احنا نفتحه انه استحالة اي حاجة تحصل للسحاب ولسه محتفظ طبعا بجودته وهنا كمان جسم الشنطة ما حصلهاش اي حاجة لسه محتفظة بالفينشينج بتاعها وطبعا مفيش اي خدوش او اي حاجة حصلت لها بالاضافة كمان ان العجل ماتين وثابت زي ما هو يعني احنا بنتكلم على جودة عالية جدا من هاي فلاير وكمان لو في مميزات تانية عايزين نتكلم عنها اهم حاجة انه العجل بتاعها زي ما شفنا تصنيعه بيكون ماتين جدا ان احنا نقدر نحولها بنلفها تلتمية وستين درجة وده بسبب قوة العجل بتاعها نقدر ان احنا ناخدها بشكل ستريت نمشيها على العجلتين او حتى لو عايزين على الاربع عجلات من الجنب او حتى لو عن طريق الزجزاج بنشوف انسيابية العجل قد اي حلو جدا هنا لو هيخد كلوز اكتر على الشنطة بنشوف ان هنا فيه جزء اللي هو المات وكمان في النص هو الفينشينج بتاعها اللي هو بيكون من الشاين شوية وده لو احنا حطناها على الارض او اتجرجرت على الناحية التانية فطبعا الجزء اللي هو المات بيكون اطول واكبر على السطح فبالتالي ما بيكونش فيه اي حاجة بتلامس الجزء الشايني فبالتالي ما بتتعرضش لأي خدوش او اي صدمات بنتكلم على ايدي قوية جدا معمولة من الربر المطاط اللي بيسهل علينا المسكة وهنا كمان ايدي من الالومنيوم اللي هي بمسكتين او بمستويين بيسهل علينا ان احنا نمسك الشنطة على حسب الطول اللي احنا عايزينه كمان في البروزات الموجودة في الجنب هي دي بتخلينا نحن نحط الشنطة وبتكون محمية تماما وهي على الارض الى كمان جانب ان هي بتحتوي على اللاك وهو تي اس اي لاك الموجود من الجنب اللي بيساعد كمان انه يخلينا ان احنا نحصل على شنطة والقفل بتاعها بيكون قوي جدا ده بالنسبة طبعا لكل المميزات اللي احنا بنحصل عليها ولو حبي نشوف تاني اكتر الاختبارات اللي هما بيعملوها في شركة هاي فلاير علشان يثبتولنا قد ايه ان الشنطة دي قوية جدا وهنا كمان بنشوف ان مادة البولي بروبولين هي دي اللي بتساعد على ان احنا نحصل على سطح متين جدا بنشوف ان هما بيخلطوا حبيبات البولي بروبولين ايضا مع اللون اللي هما عايزينه وفي الاخر بيطلعوا الصبة اللي هما عايزينها من الوان الشنطة المختلفة اللي احنا بنشوفها وبنحصل عليها سواء الالوان اللي احنا بنقدمها النهاردة اللي هون البربل او الاخضر او الابيض او حتى الاسود كمان التركيب بيكون بحرفية عالية جدا والتصنيع بيكون عالي الجودة وفيه الات كتير يعني سعرها غالي جدا بيستخدموها علشان يحصلوا على اعلى جودة بتركيب العجل هنا بنشوف قد ايه ان هما رائع جدا وكمان بنشوف ان هما بيهتموا بكل التفاصيل عشان تحصلوا على احلى جودة ودي اللي بتتميز بيها شركة هاي فلاير ان هي بتقدم جودة عالية جدا وفي لبس الوقت اختبارات رائعة بيقوموا بيها بيحطوا وزن في الشنطة بيرموها من ارتفاعات عالية وبنشوف انه ما بيحصلش اي حاجة للشنطة لا بتتكسر ولا الجسن بتاعها بيحصلوا اي حاجة كمان هنا برضو اختبارات زي اللي انا عملتها بالزبط ان هما بيختبروا انه مهما نزل عليها وزن كتير حتى لو ترمت من دور عالي استحالة انه الشنطة يحصل لها حاجة بالمرة وهنا بنشوف اختبار السحاب برضو انه مهما ضغطوا عليها باي حاجة حادة استحالة ان يحصل حاجة للشنطة ولا حتى للسوستة نفسها استحاب انه ممكن يتأثر وده الجودة العالية اللي احنا بنتكلم عليها من ماركت هاي فلاير هنا كمان حتى لو احنا حاولنا ان احنا نخبط العربية بمادة بالسيارة هنا بنشوف مادة البولي بروبولين بتقدر ان هي نخبط الشنطة بالعربية بنشوف انه مادة البولي بروبولين على طول قوية التحمل وفي نفس الوقت متينة وفلاكسبل تقدر ان هي ترجع مرة تانية شونة استحالة يحصل لها حاجة تانية او اي حاجة يعني اي اصابات او اي حوادث ممكن تحصل لها بالمرة هنا بنتكلم على الجزء اللي هو الشايني مع الجزء اللي هو المات بنشوف ان هو قد ايه جميل بيدي طبعا شكل حلو جدا ولو بنتكلم على من جوه بنشوف ان هو تصميم بتاعها من الداخل حلو قوي الماتيرة اللي احنا بنتكلم عنها فيه هنا عندنا طبعا الفواصل دي علشان خاطر تكون الهدوم محكمة بالاضافة هنا انه فيه جيوب لو حبينا نحنا نشيل اغراض وهنا برضو الشبكة متعددة الاستخدام هنا كمان بنشوف الجيب التاني لو احنا حايزين نفصل الملابس عن بعضها قد ايه تكون حلوة وعملية وهنا كمان اهم حاجة بنتكلم عنها انه الاحجام الكبيرة لوش ده شنطة الميديم شفنا حجمها قد ايه رائع كمان الشنطة الهيال كبيرة بنشوف انها برضو نقدر نحط فيها اغراض كتير متعددة انتي وجوزك تقدروا تتوضبوا شنطة واحدة مع بعض وهنا كمان تقدر ان انتي تحطي كتير من الاغراض الخاصة بيكي وقت السفر الشماعات لو حبا انتي مثلا عندك مناسبة وانتي مسافرة او حاجة تحطي الشماعات كلها البيدل او الفستين او العبيات والكندير ومنتهى السهولة بيسهل عليكي حتى كمان انتي تكويها وقت ما انتي مسافرة بنتكلم على تصميمات رائعة تعالوا نشوف مع بعض الاربع تصميمات اللي احنا بنقدمها اللون الشايني اللون الشايني اللي احنا بنشوفه قد ايه حلو سواء في اللون الاسود او اللون الاخضر والحلو في التصميمات وايضا الالوان اللي احنا بنقدمها انه بيسهل عليكم وقت ما انتم سافرين ان انتم تاخدوا شنطتكم وتعرفوها على السير بمنتهى السهولة وحتى كمان الناس بتبص على الشنطة بتاعتكم هي شكلها مختلف عن اي شنط تانية ففكركم بالمجموعات اللي احنا بنحصل عليها النهاردة مجموعات مميزة من هاي فلاير وتصميم بلا لو احنا حبينا ان احنا نشتري سعر السوق لاي شنطة لوحدها هنا بنشوف الشنطة الصغيرة 253 ريال سعودي الشنطة المتوسطة 336 374 يعني حوالي 1200 او 1200 ريال سعودي لكن هنا بنشوف الاربع موديلات اللي احنا بنقدمها تحصل عليها بسعر رائع كل شنطة هنا الحجم بتاعها والوزن بنشوف انه بولي بروبيلين خفيف جدا في الوزن بالاضافة كمان ان احنا بنشوف انه التصميمات والالوان الحلوة الابيض البنفسجي الاخضر الاسود قد ايه هيخلوكوا ان انتوا شكلكوا يكون حلو وانتوا مسافرين بالاضافة كمان لانه السعر اللي بنقدمه 639 ريال سعودي بدل 798 ريال سعودي رقم المنتج 669 008 لأي شنطة حابين انتوا تحصلوا عليها كلها هتعملوا بالزبط تتصلوا وتحصلوا على مجموعات هاي فلاير تصميم بلا